السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحد العلماء في القرن التسعتاشر قدر في معمله اللي موجود في لندن أنه يصنع قلة للصفر عبر الزمن وبالفعل نجح في صناعتها واستخدمها في أنه ينتقل بين زمن والتاني وتنقل بيها لتمنمائة ألف سنة في المستقبل ولما خرج منها اكتشف أن لندن اتحولت لحديقة كبيرة مليئة بالظهور والمباني الجميلة والحياة فيها وغدا طابع من الهدوء والبساطة وقابل نوع من المخلوقات البشرية اسمهم الإيلو واكتشف أن إمكانياتهم العقلية منخفضة وأنهم عايشين حياة هادئة ومريحة ومش بيعملوا أي وظائف أو مهام واستنتج وقتها أن الإيلو دول هما نتيجة لتطور البشر في جميع المجالات عبر الزمن وأنهم في النهاية قدروا يوصلوا لأعلى درجات الراحة والرفاهية وتوقفت البشرية عن التطوير وبقوا بدون أي حاجة للعمل وفي ظل ما العالم ده كان منبهر بشكل الحياة تفاجأ بوجود مخلوقات تانية من البشر اسمهم المورلوك واللي كانوا عبارة عن مخلوقات كارهة للضوء وبيسكونوا تحت الأرض واكتشف أن المورلوك هما اللي بيمدوا الإيلو بالطعام والشراب وصبوا للراحة وسببه أن المورلوك كانوا بيكلوا الإيلو وكانوا بالنسبة لهم قطيع من الخرفان بيتم تسمينه لحد ما يجي وقت الغذاء وفي واحدة من المرات بدأ المورلوك يطردوا العالم ده لكنه قدر يهرب منهم ويتنقل لأزمنة تانية وخلال انتقاله بين الأزمنة كان بيكتشف وجود كوارث في كل زمان وده اللي خلاه يقرر أنه يرجع في النهاية للندن مرة تانية في زمنه الحي واللي كان الزمن الأفضل من كل الأزمنة اللي قلناه دوت ما هو إلا رواية خيالية للكاتب جورج ويلز صدرت سنة 1895 وكانت بعنوان قلت الزمن أهلا بيكو في عشوائيات أنا عمر عبدين والحلقة دي هنتكلم عن السفر عبر الزمن وقبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول فكرة السفر عبر الزمن هي فكرة فلسفية قبل ما تكون فكرة علمية وفضلت تطارد البشر عبر العصور والموضوع ظهر في حياة البشرية عن طريق عدد من الروايات والأساطير وحتى أفلام السينما ومن الروايات دي رواية قلت الزمن اللي تكلمنا عنها واللي تقريبا تعتبر أول عمل أدبي يعرض فكرة السفر عبر الزمن وكمان تم طرح الموضوع من قبل الكاتب المصري توفيق الحكيم خلال عمل مصرحي والبشر كانوا مهوسين تماما بفكرة التنقل عبر الأزمنة أو السفر للماضي مثلا ومشاهدة الأحداث التاريخية اللي حصلت في السابق أو حتى كمان الحياة في عصور أخرى وزي ما أي نظرية كانت بتبدأ ببعض التخيلات والفرضيات وبعد كده بتاخد مصار علمي كان ده برضو نفس الحال مع فكرة السفر عبر الزمن وتصادف ظهور مبادئ علمية في نظرية النسبية ونظريات ميكانيكا الكم بتناقش موضوع نسبية الزمن وتغيره من مكان للتاني واللي يعتبر تقريبا نفس الأفكار اللي كان بيتم ذكرها في الكتب والروايات ومع تقدم التكنولوجيا وتطور النظريات تولت فهم علمي واسع عن نظرتنا للكون وأصبحت فكرة السفر عبر الزمن مقبولة بين بعض المفكرين والعلماء وأخدت حيز من النقاش بين الفيزيائيين والمجتمع العلمي بشكل عام وما بقاش الموضوع مقتصر على الروائيين وأصحاب الخيال وبس بعد إطلاقه لنظرية النسبية إدر ألبرت أينشتاين أنه يعمل تغيير جزري في الفيزياء وهو اللي أضاف عنصر الزمن كبعد رابع بالإضافة للأبعاد التلاتة الطبيعيين اللي هم الطور والعرض والارتفاع وقال إن الزمن لا غنى عنه في إعطاء وصف كامل للأجسام يعني زي ما طول الإنسان وعرضه وارتفاعه يعتبروا أشياء مهمة في وصفه فعمر الإنسان أو الزمن الخاص به يعتبر هو كمان شيء في غاية الأهمية لوصف الإنسان بالكامل ولا يمكن الاستغناء عنه وبالتالي أصبح الزمن مرتبط ارتبط تام بالأبعاد المكانية التلاتة وممكن تتساءل إيه علاقة كل الكلام ده بالسفر عبر الزمن الفكرة ببساطة هي إنه زي ما بنقدر نتحرك في الأبعاد المكانية بكل حرية زي حركتنا لليمين أو حركتنا للشمال أو حركتنا لتحت أو حركتنا لفوق فمن نفس المنطلق نقدر نتحرك بنفس الكيفية عبر الزمن ونتنقل من زمن للتاني ومن عصر الآخر لكن الشرط اللازم لحصول ده هو تحرك الأجسام بسرعات كبيرة جدا تصل لسرعة الضوء واللي وقتها ممكن يتسبب في طباط الزمن بما إن الفرضيات بتظل فرضيات لحد ما يتم إثبتها بالتجارب العلمية ففرضيات الانتقال عبر الزمن ظلت في حالة سكون لسنين طويلة إلا إن بعض الفروض منها تم إثباته في العصر الحديث والعلماء قدروا بالفعل إنهم يصرعوا جسيمات زي الإلكترونات والبروتونات لسرعات مهولة تقترب من سرعة الضوء ولحظوا إن مع زيادة السرعة زادت الكتلة واللي بتتفق تماما مع نسبة الزيادة اللي بتتنبأ بها معادلات أينشتاين وبالتالي فرضيات الانتقال عبر الزمن وتغير الوقت من مكان للتاني تعتبر فرضيات صحيحة نظريا وواحدة من التجارب اللي تم إجراءها مؤخرا كان التجربة تم إجراءها باستخدام ساعات دقيقة جدا وهي ساعات السيزيام الزرية وجابوا في التجربة ساعتين زريتين متطابقتين تماما في التوقيت وحطوا واحدة منها على صاروخ تم إطلاقه بسرعة مهولة جدا والتانية تم وضعها على الأرض ولما تم إرجاع الصاروخ مرة أخرى اكتشفوا إن الساعة اللي كانت على الصاروخ حصل فيها تأخير أو تباطؤ في قيمة الزمن مقارنة بالساعة اللي موجودة على الأرض وبالرغم من إن التأخير كان ضئيل جدا ولا يتعدى جزء من الثانية إلا إنه يعتبر دليل قاطع على صحة معادلات أينشتاين وعلى إمكانية حدوث تغير في الزمن من مكان للتاني ومن حالة لحالة مختلفة رغم إن نظرية النسبية تعتبر أكبر مساند لفكرة التنقل عبر الزمن إلا إنها بتنفي إمكانية الرجوع بالزمن أو الصفر للماضي نسبية أينشتاين بتساند فكرة الصفر للمستقبله بس وحدوث تباطؤ في زمن الأجسام اللي بتتحرك بسرعات عالية أما العودة بالزمن فهي فكرة مرفوضة تماما من وجهة نظر النسبية وده لأن النسبية مش بتعترف بوجود قيمة سالبة للزمن وطبقا لمعادلات أينشتاين كلما سرعة الجسم زادت وقربت من سرعة الضوء كلما الزمن الخاص بالجسم ده هيقل مقارنة بالزمن الطبيعي اللي على كوكب الأرض ولو سرعة الجسم زادت جدا ووصلت لسرعة الضوء الزمن هيقف تماما أما بقى لو سرعة الجسم زادت زيادة مهولة لدرجة إنها تعدد سرعة الضوء فالزمن في الحالة دي هيرجع للماضي وقبل ما تخلي الكلام ده يسبب لك نوع من أنواع الأمل أن في سفر للماضي في مرحلة ما من مستقبل البشرية فخليني أقول لك أنه تبقا لمعادلات أينشتاين مستحيل وجود أي جسم في الكون يقدر يتعدى سرعة الضوء أو حتى يوصل لها طالما الجسم ده ليه كتلة وبالتالي فكرة أن الزمن يقف أو الزمن يرجع لورا تعتبر فكرة مستحيلة تبقا لمعادلات أينشتاين قد يكون السفر عبر الزمن تبقا لمعادلات أينشتاين شيء صعب وقد يكون الرجوع بالزمن تبقا لمعادلاته شيء مستحيل إلا أنه في نظريات تانية كان الموضوع فيها ممكن لأن النظريات دي بعدت تماما عن التحرك بسرعة الضوء وبعدت عن الحركة من أساسه واكتفت بوجود الثقوب السوداء الثقوب الأسود هو عبارة عن نجم ضخم انتهت طقته تماما وأصبح نجم ميت وانكمش وبدأ ينهر على نفسه تحت تأثير جاذبيته وفي الحالة دي بيبدأ النجم أنه يتحول إلى مساحة معينة لها قدرة مهولة على ابتلاع الأشياء ولك أن تتخيل أن الثقوب الأسود ممكن يبتلع الأقمار والكواكب والنجوم والأغرب من كده أنه ممكن يبتلع الضوء نفسه وظهرت فكرة الثقوب السوداء سنة 1916 أي بعد عام واحد فقط من ظهور نظرية النسبية العامة والفردية مرت بعد التطورات لحد ما انتهت بفكرة أن الثقوب الأسود بيعمل على انحناء شديد في شبكة الزمكان وبيربط بين شبكتين مختلفتين من شبكات الزمكان وكأنه أشبه بفجوة زمانية أو نفق متصل بين كونين مختلفين وإن أي جسم هيمر جوه الثقوب الأسود ويقدر يتجاوز الاستضام بمركز الثقوب هيقدر أنه يخرج من الناحية التانية ويوصل لفترة زمانية مختلفة وقد تكون الفترة الزمانية دي في نفس الكون بتاعنا أو حتى فيكون مختلف بالمرة تبقى للنظرية ولو عايز تعرف أكتر عن الثقوب السوداء هتلاقي حلقة بتتكلم عن الثقوب السوداء من النشأة حتى النهاية وحقائق مذهلة عن الثقوب السوداء اللي اتنين على القناة نظرية الثقوب السوداء هي واحدة من النظريات المهمة اللي نقشت موضوع السفر عبر الزمن ورغم أنها ما زالت في حيز الفرضيات إلا أنها لاقت شعبية كبيرة بين عوام من ناس نظرا لأن النظرية بتسمح للسفر للماضي والمستقبل على عكس نظريات أينشتين اللي اقتصلت على الانتقال للمستقبل بس وطبعاً انتوا فاهمين احنا مقطعين الدنيا سفر للمستقبل فعايزين حاجة برضو بترجع للماضي بالمرة ورغم أن فرضية الثقوب السوداء حلت العديد من العقبات إلا أن الفرضية كانت بتعاني من أحد المشاكل وهي أن أي جسم هيمر داخل الثقب الأسود مش هيقدر يخرج منه لأنه ببساطة هيصطدم بمركز الثقب واللي بتسمى بنقطة الانسحاق واللي لو أي جسم استضم بيها وبالرغم من ده إلا أنه كان فيه بعض الردود العلمية على المعضلة دي وفي عام 1963 قدر العالم روي كير أنه ينشر حلول للمعادلات المتعلقة بالثقوب السوداء وإمكانية تجنب الاستضام بمركز الثقب الأسود وعلل ده بأن الثقوب السوداء تعتبر ثقوب دودية وبتتحرك من الداخل على هيئة مسارات دائرية شبيهة بحركة المجرات أو حركة الكواكب حوالين الشمس وبالتالي هيكون في إمكانية لتجنب الاستضام بمركز الثقب وفي النهاية أصبحت فرضية الثقوب السوداء بيتم وصفها بأنها وسيلة السفر بين الماضي والمستقبل في جميع أجزاء الكون لكن طبعا نظرية بس نظرية الأوطار الكونية كانت واحدة من الفرضيات اللي نقشت فكرة السفر عبر الزمن والنظرية بتقول أن الكون كله عبارة عن أوطار طاقة متناهية الصغر وأنه حتى الأجسام الصغيرة اللي زي الزرات والإلكترونات هي كمان مكونة من أوطار ولو صادف وحصل تقاطع بين وطارين كونيين بسرعة معينة هينشأ مصار زمني منغلق بين فترتين زمنيتين مختلفتين واللي من خلاله هيحصل انتقال بين الأزمنة المختلفة والعالم الرياضي كورت جودل أثبت بعض الفرضيات الخاصة بالنظرية سنة 1949 وكمان العالم فرانك توبلر سنة 1974 ورغم أن نظرية الأوطار مقبولة بحد كبير في المجتمع العلمي إلا أنها ما زالت في حيز الفرضيات وما زالت في حاجة إلى أدلة قوية جدا لإثبات صحتها الفيزيائي ستيفن هوكينج مشهور بأبحاثه عن الثقوب السوداء ورغم كده يعتبر واحد من المعارضين لفكرة وجود آلة زمن أو فكرة العودة إلى الماضي بالإضافة كمان لأن هوكينج شايف بأن العودة للماضي هو تحايل على الطبيعة ومن الحاجات الطريفة أن هوكينج عمل بنفسه تجربة فلسفية علشان ينفي بيها فكرة وجود سفر إلى الماضي واللي عمله هو أنه أقام حفلة يوم 28 يونيو 2009 من غير ما حد يعرف والغريب أنه أرسل دعوات حضور الحفلة بعد انتهاء الحفلة بيوم يعني يوم 29 يونيو وده خل كل المدعوين يستغربوا جدا ولما سألوه عن السبب قال لهم أنه لو كان السفر إلى الماضي شيء ممكن كان المفروض أنه يجي زائرين من المستقبل يحضروا الحفلة لكن هوكينج فضل قاعد لوحده ومنتظر أن حد يجي وفي النهاية محدش جه كان رجل رائق فكرة السفر بالزمان للماضي تعتبر المعضلة الأكبر في المجتمع العلمي مقارنة بفكرة السفر للمستقبل لأن السفر للمستقبل شيء تم إثبات إمكانية حدوثه بالفعل عن طريق المركبات والصواريخ اللي بتتحرك بسرعات مهولة وبتقترب من سرعة الضوء أما السفر إلى الماضي فيزال العائق الأكبر وواحدة من الفروض اللي تم طرحها هي أنه هيحصل تناقضات كتير في حالة عودة شخص للماضي لأنه هيبدأ يغير في أحداث الماضي وبالتالي هيأثر على أحداث المستقبل زي مثلا أنه يمنع الأحداث اللي تسببت في الحروب وبالتالي الحروب دي مش هتحصل في المستقبل أو أن الشخص ده يتسبب في مقتل أهله وبالتالي الشخص ده مش هيكون موجود أصلا وبالرغم من ده إلا أن بعض العلماء كان عندهم حل للتناقضات دي من خلال مفهوم المسارات المتوازية للتاريخ واللي معناه أن لو شخص مثلا رجع للماضي وبدأ يحدث بعض التغييرات اللي هتأثر على المستقبل هيتخلق مستقبل جديد في كون موازي بناء على التغيرات دي لكن المستقبل الخاص بالشخص نفسه هيفضل ثابت زي ما هو بدون أي تغييرات في أحداثه وطبعا كل ده كلام في الفاضي لأن ما فيش أي حد منهم يقدر يثبت أي حاجة من اللي بيقولها وطبعا ده هيكون مرتبط بفكرة نظرية تعدد الأكوان واللي تكلمنا عنها في حلقة منفصلة على القناة بالرغم من أن موضوع السفر عبر الزمن في العصر الحالي بقى فيه شيء من الوضوح نظرا لجهود العلماء وتجارب العديدة اللي تمت إلا أنه متبقي عدد من الأسئلة الفلسفية قدام المجتمع العلمي واللي مزالت برضو من غير إجابة زي إنه لو فيه فعلا إمكانية للسفر عبر الزمن ليه ما فيش عندنا زوار من المستقبل بما أنهم المفروض يكونوا وصلوا لمستويات أرقى في التكنولوجيا وهل ممكن للشخص اللي سافر للمستقبل أنه يعيش في زمن أحفاده اللي أصلا لسه ملهمش أي وجود في الحاضر وهل الشخص ممكن يعيش في زمن أجداده رغم أن الفترة الزمنية دي هو مش موجود فيها من الأساس وإزاي يحصل إمكانية تواجد كتلة في مكانين مختلفين في نفس الوقت وفي النهاية بيفضل السؤال الأصعب هو يطرى هل السفر للماضي فعلا شيء مستحيل ولا لا للأسف محدش يعرف ومحدش يقدر يجاوب بالنفي المطلق أو الإثبات المطلق وفي الوقت الحالي كلها مجرد مناقشات وأفكار فلسفية وليست علمية لأن ما فيش حد سافر للماضي علشان يجاوبنا تفتكروا هل ممكن في يوم من الأيام السفر بالزمن يكون حقيقة ولا لا سبونا رأيكم في التعليقات ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول واشوفكم الحلقة الجاية